ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السوري أكد أيضا مقتل ثمانية على الأقل من عناصر الفصائل الإرهابية التابعة للعدو التركي أثناء تصديقات سوريا الديمقراطية لهجماتهم في محيط قرية شرك راك بالقرب من تلعيسى بريف الرق الشمالي فيما تعرضت صوامع شرك راك لقصف من طيران العدو أسفر عن تدمير برجين لتخزين الحبوب وفي سياق المتصل استشهد مدنيان من عائلة واحدة هم رجل وزوجته وأصيب أربعة مدنيين بجروح جراء قصف للعدو التركي والفصائل الإرهابية التابعة له لقرى في ناحية زركان أبو راسين وسقط هؤلاء الضحايا خلال القصف الذي تعرضت له قرية تلورد بينما كان المدنيون يفرون جراء الاستهدافات المكثفة بالأسلحة الثقيلة من قبل العدو التركي وفصائله الإرهابية هذا بينما تصدت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق لهجم شنته الفصائل الإرهابية التابعة للعدو التركي بهدف السيطرة على الطريق الدولي M4 تصدي مقاتل قصد للهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة أسفر عن أعطاب ثلاث عربات وسقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف الفصائل الإرهابية